انت شايف ان وجهت نظرك طبعا انا مش اقول مثلا ايه عشان احنا نختار جيل السبعينات او جيله التمانينات الكلام ده كله انا بقولك هي اجيال كلها متربطة سلسلة مسكة بعض وكلها بتلعب في صالح اسم واحد او قلعة واحدة اللي هو النادي الاهل انت شايف الكورة كانت حلوة بمعنى الكلمة كان في انهي جيل من الاجيال انا شايف ان الجيل بتاعنا كان من الاجيال الكويسة جدا لان كان بيدم لعيبة جامدة جدا في كل انديات مصر وكانت اي مباراة كانت بين الاهل وبين اي فرقة في مصر كانت تبقى مباراة قوية جدا الناس بتستمتع الجيل بتاع ابو تريكا وبركاته ابو تريكا برضو من الاجيال نعم عمل تاريخ كبير للنادي الاهل عمل تاريخ كبير جدا وعمل بطولات كبيرة في المرتبة التالتة الجيل الموجود حاليا لكن كان فيه جيل كده بين أبو تريكا وبين الجيل الحالي دوت لهو كان يعني كان فيها علاء عبدالصادق وحساب البدري متحة رمضان كان معانا لكن الجيل اللي بعديهم كان فيه لعبة كويسة جدا في الجيل دوت لكن أغلبهم مش كويس طيب أنا لسه عندي حاجات كثيرة وعندي بطولات عاوز أتكلم فيها أنا كنت عاوز أتكلم أنت أتعطيني في الكلام لما بتقول متحة رمضان جيل في جيل بعكيدة متحة رمضان في كل الصور في كل فاينال بتلاقيه ما شاء الله في كل فاينال إفريقيا بتلاقيه في كل نهائي بطولة دورة عامة وكاس مصر بتلاقيه السنف تعربنا ده متحة رمضان كان يغيب وميلعبش وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى موفق له أنه هو الناس اللي مكانه في نهائي أفريقيا بيتعوروا وفي ناس بتموت منهم في نهائي كاس وهو قعد لهم بالبنطوية ومشاء الله دمه زي العسل بس كان لعيب من اللعبة الجندة جدا طبعا وبالرغم من غيابه ورجوعه يرجع على نهائي ونهائي صعب لكن كان بيقدي برجوله وبشكل كبير جدا طيب قبل ما ناخد واحد من زمالك احنا عندنا فاصل وحنواصل حلقة الليلة من المجري مع كابتر محمد عامل بس ناخد الفاصل نرجع لك تاني اشتركوا في القناة